اهلا بكم مشاهدين الكرام وجولة جديدة في الصحافة العربية البداية من صحيفة الشرق الاوسط والتي كتبت تقريرا تحت عنوان ليبيا تشتعل ومصر تحمل مبادرة الى مجلس الامن جاء في حكومتان ومجلس برلمان هكذا بدى المشهد السياسي امس في ليبيا بينما سكان العاصمة طرابلوس يتعرضون لانتهاكات واسعة لحقوق الانسان كشفت عنها مصادر رسمية وسكان تحدثوا عن جرائم تتعلق بحملة اعتقالات ومدهمات تجري لليوم الثاني على التوالي في المدينة وطلقت الشرق الاوسط معلومات موثقة عن حرق واتلاف منازل بعض الشخصيات القيادية في الزنتان والميليشيات المتحالفة معها بالاضافة الى مدهمة منازل عدد من المسؤولين الحكوميين والناشطين السياسيين في طرابلوس بسبب ولائهم السابق للزنتان كما ابرزت الصحيفة المبادرة المصرية المتكونة من 11 بندا لتطويق الازمة في ليبيا وسحب سلاح الميليشيات واعادة سيطرة الدولة على المؤسسات التي استولت عليها الجماعات الارهابية واكدت الصحيفة ان المبادرة تم ارسالها الى مجلس الامن لاعتمادها كحل نهائي للازمة في ليبيا في ظل قلق اقلمي من انتقال المسلحين الى دول الجوار واتخاذ ليبيا منطلقا للقيام بعمليات ارهابية في مصر والجزائر وتونس وتحدثت الصحيفة الخليج الاماراتية عن الوضع في ليبيا ايضا وكتبت تحت عنوان نموذر الدولة الفاشلة حيث قالت الصحيفة شيئا فشيئا تتحول ليبيا الى دولة فاشلة لا نظام ولا سلطة ولا قانون ولا مؤسسات رسمية فاعلة انما فوضى عرمة تضرب اطنابها في كل ارجاء البلاد وصراعات مسلحة بين ميليشيات مختلفة المشارب والتوجهات الى ان تحولت ليبيا الى بؤرة للارهاب ومرتع للمرتزقة ومخزن للاسلحة الفتكة وتضيف الصحيفة ان سير المواجهات الدامية بين الميليشيات على اتصاع الارض الليبية يشير الى قطر داهم حيث تتبدى قوة المجموعات الارهابية التكفرية وسيطرتها على المزيد من المؤسسات والمناطق الحيوية مثل المطارات والمرافئ وحقول النفط والوزرات كذلك استطاعت احداث شرخ بين المؤسسات الرسمية القائمة وشردمتها بحيث صار لليبيا برلمانان وقد يمتد الامر الى الحكومة فيتم ضربها وشقها الى حكومتين واكتتمت الصحيفة مقالها قائلة عن اخطر ما في الامر ان ليبيا على يد هؤلاء لم تعد تشكل خطرا على نفسها بل على دول الجوار والاقليم ما يستدعي الاسراع الى قيام تحالف عربي يتجاوز الاجتماعات التنصيقية بين الدول المجاورة والقيام بتحرك فوري وفاعل صحيفة القدس العربي كتبت تحت عنوان انباء عن مبادرة عربية جديدة لانهاء الحرب في سوريا بوساطة مصرية قالت الصحيفة وفقا لمصادر دبلوماسية ان مصر عرضت في اجتماع اصدقاء سوريا ترحى مبادرة عربية لحل سياسي جديد للازمة السورية على ان تقود مصر هذه المبادرة وترعاها بمشاركة دول عربية اخرى مرشحة ان تكون الجزائر احدها وربما سلطنة عمان وتسعى المبادرة وفقا للمصادر التي ستحضى بتأييد جامعة الدول العربية الى انهاء الحرب الدائرة في سوريا بين المعارضة والنظام واجراء حوار سوري سوري للاتفاق على مستقبل وشكل نظام السياسي الذي سيحكم سوريا واوضحت المصادر للقدس العربي ان الافكار بشأن هذه المبادرة ترحت بمبادرة سعودية مصرية وشارك فيها الوفد القطري وستتم بلورة هذه الافكار والاضافة عليها او تعديلها خلال الاتصالات التي ستجريها السعودية ومصر وقطر مع اطراف عربية واقليمية ودولية من بينها ايران خلال الايام القليلة المقبلة ليتم طرح الخطة على الاجتماع المقبل لجامعة الدول العربية المقرر في الاسبوع الاول من شهر ايلول سبتمبر المقبل تحدي الدولة الاسلامية يدفع اوباما الى تغيير سياسته الخارجية قالت صحيفة العرب الدولية تحت هذا العنوان ان المؤشرات حول نية الولايات المتحدة شن غارات ضد مقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا تعتبر تحولا واضحا في سياسة واشنطن فيما يتعلق بالحروب الخارجية خاصة ان الرئيس الامريكي باراك اوباما كان جاهزا لقصف سوريا قبل عام واحد ولكنه تراجع في اللحظة الاخيرة امام الرأي العام والكونغرس المتردد واضفت الصحيفة ان اوباما كان مصمما على عدم التورط في نزاعات جديدة في الشرق الاوسط بالرغم من العمليات العسكرية المحدودة ضد تنظيم القاعدة في ليبيا وباكستان ولكن انتشار تنظيم داعش جعله يتراجع عن هذا التصميم وتشير الصحيفة الى ان محاولة الولايات المتحدة القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا قد تفتح الطريق امام التزام امريكي مفتوح في الشرق الاوسط وهو الامر الذي طالما حاول اوباما ان يتجنبه ولكن الوضع اليوم يختلف عما كان منذ عام وعزز تصعيد لهجة مسؤول الادارة الامريكية التوقعات حول نية اوباما فتح جبهة سورية جديدة ضد التنظيم المتطرف الذي وصفه في وقت سابق بالسرطان مشاهدين الكرام انتهت تجولتنا في الصحافة العربية بعد قليل نوقف مع الصحافة العالمية انتظرونا اشتركوا في القناة